موسيقى موسيقى بسهل خير عزيزي المشاهدين في كل مكان برحب حضرتكم في حلقة جديدة من رأي عام أن يكون معي في السودية الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة العمال وعميد كلية التجارة السابق بجامعة الزأزي أهلا بحضرك دكتور محمد والأستاذ هاني أبو الفتوح الخبير المصرف المعروف أهلا بحضرك مسألة الهوية الاقتصادية ربما تكون المنطلق لعادة النظر في حاجات كتير عندنا في الاقتصاد هو فعلا زي ما يقول الدكتور محمد هويتنا الاقتصادية هل احنا اقتصاد مركزي ولا مخطط ولا اقتصاد سوء ولا زي ما قال الدكتور محمد اقتصاد أعرج اقتصاد هاجين هاجين هو هاجين من جزء من كل من هذه الأنظمة وهل الاقتصاد الهاجين الآن يمكن أن نعتمد عليه في تحقيق طفرة زي ما حققتها دول حتى مش هتكلم على اليابان ولا هتكلم عن الصين هتكلم عن دول زي بيتنام مثلا بيتنام بتصدر بكام دلوقتي في السنة بأكتر من ممت مليار هو بالنسبة للنظام الاقتصادي اعتقد هو موضوع هام جدا ولكن من وجهة نظري يعني شايف انه هو مش هيكون في الأجندة المؤتمر الاقتصادي لا بس هيكون في الخلفية في الخلفية طبعا ويعقد له مؤتمرات أخرى انما المؤتمر الاقتصادي تحديدا هو يرسم خارطة طريق للمشاكل محددة بيعاني منها الاقتصاد المصري واختناقات يعني وأزمات عاجلة فالمؤتمر هو منصة لتقديم المقترحات للخروج بحلول عملية وعاجلة يعني الدكتور محمد بيتكلم عن مسألة توطين الصناعات واحنا شفنا في الفترة الماضية قد ايه مسألة خلينا نقول مشاكل المستثمرين ومشاكل المصنعين فيما يتعلق باستراد المواد الخام فيما يتعلق بالاعتمادات البنكية فيما يتعلق بكل هذه المشكلة كيف يمكن تجاوز ده كله كيف يمكن أن يقدم لنا المؤتمر زي ما حضرك بتقول يعني خارطة طريق لحل هذه المشاكل هو بالفعل يعني تمهيداً للمؤتمر واعداد أجندة المؤتمر يعني فيه أخبار من رئيس الوزراء اجتمع مع ممثلي رجال الأعمال ومجتمع الأعمال لمنقشة المشاكل التي هيتم طرحها في المؤتمر للوصول بحلول يعني الحكومة في الفترة السابقة على الرغم أنه فيه مشاكل عميقة في التصنيع المصانع المغلقة وكان فيه مبادرة للبنك المركزي لتشجيع لمعالجة مشكلة المصانع المغلقة إنما المصانع المغلقة مش مشكلتها مشكلة تمويل هي مشكلتها أكبر من مشاكل التمويل بكتير مشكلة تتعلق بالترخيص الصناعية الحصول على الأرض المرفقة وتيسيرات لمنح الترخيص الحكومة ماشية بالفعل بس أعتقد أن الخطوات بطيئة للغاية لأن تحديداً محدش يعرف رقم محدد إيه هو عدد المصانع المغلقة في مصر بنسمع من جهات مختلفة أرقام مختلفة فدي في حد ذاتها مشكلة بنشير بالتحديد مشكلتنا فين إيه المشاكل اللي بتخلي هذه المصانع متعثرة بغض النظر عن مشكلة التمويل ونحاول أن الحكومة ونجهات المختصة تضع حلول لهذه المشاكل المؤتمر مش يكلموا فيه التفاصيل لأن دي مسؤولية وزارة الصناعة والجهات المختصة إنما المؤتمر بيحط خارطة طريق اللي إحنا عايزين نتوجه فين في المستقبل حتى تكون الصناعة أنشط الصناعة موطنة موطنة على مستوى المحافظات الجمهورية وليس التركيز فقط في العواصم الرئيسية للمحافظات فتكون عدالة في توزيع الصناعات وحل مشاكلها كم منطقة صناعية حرة يعني في العديد من المحافظات يعني وبعض هذه المناطق كم هي تم إشغالها بالكامل للمناطق الصناعية التي أعلن عنها؟ يعني على حسب ما سمعت أنه هو لازل نسبة شغل هذه المناطق الصناعية ضعيفة للغاية يعني بعد المشكلة في جذب المستثمرين مش بس المستثمر الأجنبي ولكن أيضا المستثمر المستثمر المحلي مهم إلى الجنب طبعا المستثمر الأجنبي لأنه المستثمر الأجنبي هو اللي هيدي قيمة مضافة وعملة أجنبية يدخلها ويزود ويقل المعدلات البطالة إنما أنا لازم أهتم الأول بالمستثمر المحلي ومشاكل المستثمر المحلي لأن معظم مشاكل المستثمر المحلي هي هي هتكون مشاكل المستثمر الأجنبي إلى جنب تميز الاستثمار الأجنبي المباشر بعدة أشياء يجب أن يتم معالجاتها حتى تكون مصر بالفعل قبلة تستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر صحيح